خلينا نمشوا للعائلات المرضى اللي في الخارج نسمونه مسماء المرضى اللي أمنونهم المبالغ المالية طبعا هذه جهود اللجنة المركزية الأمنية الفنية لمتباعد خطاع الصحة وبيشراف مباشر من قبل رئيس هاللي والد فيه لحراري وأيضا للعضاء اللي معاه أحلونا طبعا قوائم أدونا المبالغ المالية احتجواها في علاج طبعا مشت لهم والدليل السوفت لما واحد يقول لك هذا السوفت معناها المبلغ بشيء نبدو باللي موجودين في تونس يونس محمد أحميدا محمد حليمة أحمد أحسين عبد الكريم سعاد مصباح أبو القاسم مسعود سعادي عقوب سعد حفيانة فاطمة يوسف الشيفاني قنفود حسن مختار عمار العبدالي عفاف معتوق أحمد زهمة هديل حسن أحمد محمد صبرية الفرجاني عليل ورشفاني سالمين عبدالغني الدريسة غريب قاعدين في تونس ضو رمضان أحمد المجراب مهند مولود مسعود الغالي أم السعد محمد علي لمجيديب ياسمين خيري الصويع المويدي رمضان رمضان أنقع علي عامر علي المقرحي عائشة هيتم محمد أحمد جابر عبد السلام علي جابر مصباح علي إبراهيم سالم خديجة رمضان سالم طلوبة حميدة ميلود المختار عياد سرور بشير الزريدي صبح علي محمد الميساوي سمير الصديق بن حامد فاطمة جمعة المبروك عبدالله عبدالقادر عبدالله صالح صدام جمعة حفيظ محمد يقين أحمد سعيد زهلول عائشة خليفة أبو القاسم عون زهور عبدالعزيز عمر الدلوي زهور عبدالعزيز عمر الدلوي فيها زوز لمات أحمد صالح محمد التايب هذونا اللي سميناهم هذو السوفيتات انت حماما مزموعة كل واحد مع مزموعة تانية معاه السوفت السوفت هذا معناها مصر في بيبا مركزي ابعت الخيمة وانموجدين المرضى لأن فيه اللي يشكك ويكدب ما علي كيف هذي أمراض ما يقدرش واحد يكدب فيها والله نمشو اللي في الساحة مصر أو الساحة المصرية مبروكة عبدالسلام محمد قنابة خولة صادق نصر الأسطى شايماء عليه فراجم سعود سليمان وسامة سليمان باني مرفوعة محمد شعبان هدونا الاسماء سميناهم وهدونا السوفت نمشو للساحة التركية محمد عبدالله محمد إبراهيم أحمد علي أحمد أبو سنينة سلطان عاشور سعيد المنصوري مريم ميلود المبروكة عيان أو أعبان فاطمة محمد عمر الكبير هدو القوائم اللي قلناهم وهدو السوفت اللي يأكد إن المبلغ المالي يتحول للمرضى وهدو الساحة متع ألمانيا اللي هي سارة حسين علي التركي وهدو السوفت متاح هدو القوائم بالكامل قلناهم عليكم 31 مريض بساحة تونس خمسة مرضى بساحة مصر خمسة مرضى بساحة تركيا ومريض واحد بساحة ألمانيا فمن الواجب علينا أن نشكر الناس اللي هي بادلة جهود كبيرة اللي هم اللجنة المركزية الأمنية الفنية لمتابعة خطاع الصحة بإشراف مباشر من قبل رئيسها اللي والد في الحراري بمتابعة سبه يوميا مع المصرف ومع كل الجهاد ذات العلاقة حتى أكدوا إن المبالغ المشط للمرضى لهم منا ومنكم كل تحية والتقدير